يعني أنا مثلاً بعد بلن بتاع بيراميد لما كلمت حضرتك بنا وإحنا في الفاصل أنا استغربت واحد بقيت لتصريح الكابتان أحمد بلال بقول أفشا لا يستحق أن نلعب في الأهلي وجهة نظرك أحترمها لا بس هو قال إيه دي وجهة نظرك خلاص بس ما أسأش ليا هو قال وجهة نظرك حتى لو غلط بس ما قالش كلمة مش كويسة أو مال أنت دي وجهة نظرك بس فيه مدير فني فيه إدارة هي أهل اللي جايب أفشا مش حضرتك بس لكن أنا بزعلش بشوف وناز بيتبعاتلي كل الاحترام للكابتان أحمد بلال حد تاني انتقت حد تاني ولا أنا دايماً بركز في شغلي دلوقتي مثلاً مأثر في حاجة لا أنا هتطور وهدوس وده اللي أنا عملته في آخر فترة في آخر فترة بعد الكورونا اتطورته وتمرنت الواحدي وبتعمل مع دكتور غزاء الواحدي برا النادي وبتمرن وبروحش جيم وبعمل كل حاجة ده ليه أنا نفسك توصل فيه يعني انت طبعاً ده الموسم الأولاني في الأهلي رحلة برضو عندك 24 سنة انت لسه صغير لسه قدامك كتير نفسك توصل فين مين انت قلتني لمسألك اللي أعلى أبو تريك طبعاً بتفكر توصل مثلاً تحترف برا نفسي في صراحة نفسي نفسي في صراحة في الدور الإنجليزي الإنجليزي برا لأنه مش طريقة قوي يعني هم هناك ضربه جدي وكوة طبعاً فيه كورة برد طريقتك أكتر أسباني أسباني آن أسباني بس أنا بحب دور الإنجليزي أنا بحب دايماً لما لعب فرقة تبقى قوية يعني achievements لما بلاعب حد كوي انت بتحترفه زياد عن اللذوق فبتبقى كوية عايز دايماً عكسة لما تلعب مطش يعني بيبقى سهل شوية تلاقي نفسك ولا بحب الدور الإنجليزي عشان فيه كلهم يعني في صراح في نيني في ترزیغي محمدي طبعاً دول إخواتنا طبعا ربني أكرمهم لكن أنا أتكلم عن مدنة دوري الإنجليزي أكوى دوري في العالم